بناء على تحليل الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرفراف حلقة مضطربة وعاطفية للغاية تنتظر المشاهدين على الرغم من أن إضافة شخصية سنان إلى المسلسل كانت لزيادة الأكش إلا أنه ذكر أن الشخصية لم تكن كذلك تلقى الكثير من الحب بين الجمهور ومع ذلك فإن الدراما التي ستجلبها هذه الشخصية إلى المسلسل والتوتر بين فريد وسيران عندما تبدأ سيران في إظهار اهتمامها بسنان فإن مغازلة سيران مع سنان ستجعل الأمور أكثر تعقيدا في موقف ضعيف عاطفيا في هذه المشاهد سيزداد دعم ديار له وستقف إلى جانب فريد وتجعله يشعر بأنه ليس وحيدا بل وترقص معه في حفل زفاف مما يوضح أنها تقف إلى جانب فريد ضدها على الرغم من أن سيران تعرب عن اهتمامها بسنان إلا أنها ستجعله يشعر بأنها لا تزال تحب فريد خاصة في بعض المشاهد سيلاحظ سنان وسونا ألم الانفصال عن فريد ستؤدي معضلة سيران هذه إلى تعقيد مسار المسلسل وفي الحلقة الجديدة تشارك والدة سنان وجد ديار أيضا والدة سنان لن ترغب في أن يكون لسيران علاقة جدية مع ابنها وستكون هذه نقطة تحول مهمة لمستقبل العلاقة بين سنان وسيران من ناحية أخرى لا يريد جد ديار أن تكون ديار وفريد معا سيؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقة بين ديار وفريد ودفع ديار إلى اتخاذ قرارات جدة بشأن مستقبلها قد يجبر انخفاض التقييمات المنتجين على جمع سيران وفريد معا مرة أخرى لكن هذه المرة سنان وديار سيطاردان علاقة سيفر إن عدم رغبة سنان في ترك سيران واهتمام ديار بفريد سيجعل من الصعب على الزوجين لم شملهما وهذا الصراع الكبير سيزيد من إثارة المسلسل ويبقي الجمهور ملتصقا بالشاشة ونتيجة لذلك ستكون التوترات العاطفية ومثلثات الحب والضغوط العائلية بانتظار المشاهدين في الحلقة الجديدة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو تحليلي آخر إلى اللقاء